لنا دي أفضل حاجة نفس الكلام النهاردة كابتن محمود الخطيب وأنا هنا حقول سر ما بيني وما بين هذا الرجل المحترم كابتن محمود الخطيب أوقات ما كانت الأمور صعبة وكان الغير طبيعي البعض بيحاول يخليه طبيعي يعني لما تبقى الشتيمة والغلط في الأشخاص ده يبقى الطبيعي أو كان بيحاول البعض يخليه طبيعي كان الكابتن محمود الخطيب الرجل الأمام حضراتكم ده كان بيجي ما كنت بكأة كابتن إحنا عايزين نرد عايزين نقول يقول لها إسلام النادي الأهلي وجمهوره أكبر من كل هذه الأمور قال له كابتن ده حضرتك يقولي النادي الأهلي أكبر مني أنا هنا كابتن خطيب مش بيعمل كده علشان ده بيني وبينه دي حاجة بيني وبينه فلما كابتن خطيب بيعمل كده مش بيعمل كده عشان يعني لا كابت الخطيب بيعمل كده عشان يعلمني عشان اطلع اعلم شباب تانين كيفية الادارة في النادي الاهلي وان الحق دايما دايما حينتصر مهما كانت الامور ومهما كانت الظروف والله العظيم تلاتة انا لا اشمد في احد ولا اتكلم عن احد ولكن انا بتكلم عن ظروف عشان كده بقول لحضراتكم المنظر اللي انا شايفه قدامي ده منظر تاريخي وكبير جدا 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 ما بين رئيس النادي الاهلي ورئيس نادي الزمالك بيعلموا الاجيال اللي جاية بيعلموا الاجيال اللي جاية وهي دي اللقطة اللي قالها كابتن محمود النهاردة لما نسمع الكلمة انه الاجيال اللي جاية تبقى طلعة على ان هناك احترام كبير ما بين الناديين الكبيرين احترام كبير ادينة في ادين بعض ادين كابتن محمود خطيب وكابتن حسين لبيب بأدم في دين بعض بكل المجلس هنا ولكن التنافس يظل كبير في الملعب في كل الملاعب في الهند بول والسلة والطيرة أنا عايز أكسب كل الملاعب وعايز أخذ كل استفاقات من النادي الزمالك ولكن بالاحترام والأدب والأخلاق ده اللي احنا تعلمناه احنا لما كنا بنتكلم وبنرد كنا بنكلم وبنرد في إطار النادي الأهلي وفي إطار الاحترام اللي موجود داخل النادي الأهلي عشان كده أنا بقول لحضراتكم بالنسبالي هي زيارة تاريخية ومش بالنسبة لأنا بس بالنسبة للكثير والكثير من جمهور النادي الأهلي العاصر للفترات السابقة وما كان يحدث ومحاولة البعض أنه يخلي الغير طبيعي طبيعي لكن